كم الوزارة الزايدة بالعراق أو كم وزارة زايدة العراق يعني مو زايدة بس قول جقد مترهلة الوزارات بالعراق يعني جقد مترهلة الوزارات بالدولة العراقية يعني وزارة مثلا كانت قبل 3 سنوات 400 الوزارة القصدي يعني مقر الوزارة صار 1200-1300 وزارة مثلا يعني زايدة يعني مترهلة يعني بيها ناس زايدين ما عدنا دوائر زايدين عدنا دوائر زايدة وزارات عدنا وزارات زايدة الوزارات الزايدة ليش الوزارات الزايدة حتى يطون حصص لل مثل يا وزارة زايدة عدى وزارات الدولة يعني مثلا عدى وزارات الدولة عدى وزارات الدولة خلي أقول لك مثلا انت تقدر تسوي وزارة النقل والمواصلات والاتصالات تقدر تسويهن كلهن هذني سوى وزارة الأشغال والأعمار والولديات هذني كلهن سووهن وحدهن شغلة صحيحة وهاي هم مو مشكلة سيد اياسي هم داي وزعوها مثلا وزارة البيئة ووزارة الصحة دمجا حيدر العبادي قال حانا مدره المنطلعه لمظاهرات متكف متكفي لازم وزارة البيئة ووزارة مهمة هذا الوضع وزارة مهمة اخلي اقول لك شغلة خطرة خلي اقول لك شون الخطورة تامور قد حاج بي هذ الموضوع وهماتين سوى لطلابة وناس تتصيل وناس تحتي تدري الألغام شغلة تقتل بالعراقيين هذا شغلة وزارة البيئة تدري الأبراج الشركات الاتصالات اللي ناهب العالم نهب تدري هذي شقد تأثر عليهم تدري أبراج الانترنيت شقد تأثر حemer كلها متساوية وزارة البيئة ادية دورها في هذا الموضوع يحاولون بس تعرف انت يعني سرقات ضخمة بنصير وزارة البيئة سرقات ضخمة انا عندي ملفات على وزارة البيئة وراح نتحدث بيها يعني وذا تريد نتحدث شوية عن وزارة البيئة كلماتي هوايا والأعي حمد شاع السوداني انتهي سالم السوداني سوداني له مواطن عراقي سوداني آني مواطن عراقي سوداني تحياتي لي أبن عم ملتقي بي آني هوايا قبل لأصير رئيس وزراء منصار رئيس وزراء ما شايفه ولم خابرني ولم خابره ولم متصل بيه ولا متصل بيه ولا مكتبة متصل بيه أبدا يعني مرة وحده شفت الأخر أنت علاقتك بي كإعلامي ووزير عمل لو كولد عم يعني متشافين في مضايب في مجالس في العشيرة أو غيرها ملتقين مرة أو مرتين ولقاءات أيضا موجودة يعني بس نتمنى نتمنى أن يعني تتطابق النوايا والأعمال من الأفضل إذا قل لك أو من ناحية الأفضلية رتب لي ياه كل رأس الوزراء العراقين خلي نقول الأبرز المالكي العبادي الكاظمي والسودان يعني الكاظمي شوف الكاظمي أنا قلت الأبرز الكاظمي المفروض يطلع من هذا الموضوع يطلع طلح هو أصم بعد طلع يطلع أسألت لك شنو مثلا السيد المالكي صارت عندنا مشكلة جاعش الكارث الكبير اللي طلع من ثلثين العراق أو ثلث العراق من عند يعني من من الخدمة العبادي يقول أنا اشتغلت تحرير ونصر وهذا وسمى قائمته بس تدري إش قد توقفت أعمال عنده حجة بس هو يقول فلوس ماكو لذلك أنا وقفت مشاريع كثيرة بس عجلة التقدم تعطل المهارة وين المهارة وين أنا أقدر أنت تقدر أي واحد يقدر يحل المشكلة بأن يوقف جزء ويمشي جزء يعني ما ماكو مهارة بالموضوع المهارة أنت شلون تخلي الاثنين برالل متوازين يمشون بطريق النجاح أما أنت تجي توقف المشاريع سهساني ما هو يصير بالعراق هاي المصطلحات اللي دا تقولها والطرق عمليا أنت شو مأيس كل شو مأيس لا ما مأيس وساني أنا أنا أحمد زكي قلت عاصرت التجربة الناصرية ودرست القانون وتغلبت عليه أو تفوقت عليه المهارة أي مهارة وإنت ثلث العراق إسا قلت ماكو مستلم بلد مقسم اجتماعيا نوعا ما أكو فكر اسمك عدى حضر عند تفاصيل مدافع عنه ولا أريد أدين أحد الشخصات أنا أقولك رتب لي إياهم لا توصف لي إياهم حتى أنتقل بعد السوداني العبادي المالكي من ناحية الأفضلية لحد الآن السوداني العبادي المالكي طيب مستقبل خطاب الإعلامي الايدلوجي يعني أنا أقول لك مادام أكو أمية وقلة وعي عند المتلقي أي خطاب ممكن يمر أي خطاب لكن الخطاب الايدلوجي الآن الإعلامي بدأ بتنازف نشوف أنا مرة لق أقول لك ماكو شي ماكو خطاب يمر بدون جمهور الجمهور موجودين يكبر أو يصغر يزداد أو يقل هاي قصة أخرى وإحنا عدنا عدنا كنا أنا أشوف مثل ما أنا أريد يعني أنا مثلا مدني أشوف المدنية ده تمشي لينتاخدني أحلام حياز عاطف الحياز عاطف بالضبط بالضبط ترجمة نانسي قنقر